أستاذ مرحبا بك معنا. مرحبا أختي نهاد مرحبا كل المتابعين للبرنامج في مكانه. إذا أستاذ سبقنا تكلمنا على تدبير ميزانيات يعني ميزانيات هذا الشهر هذا. اليوم بغينا نوقف عند أهم الأخطاء اللي ترتكبوها لكثير من الناس. شنو يمكنك تقول لهم. بدايتنا مهم بزاف أنا أنا نعرف الأخطاء اللي كرتكبوا. هذي مش غير في تدبير الميزانية في كل شأن من شؤون الحياة. عندك تلميذ في القسم لك الطالب لك العامل لك التاجير لك ربات البيت لك المربي لك الطبيب لك المهندس. كل واحد محتاج أنه مرة مرة يدير واحد الوقفة مع الأخطاء دياله. والحكمة في هذا الأمر هذا وهو تصحيح. إذا نحن لما كان نوقف على الأخطاء مجيء باش نبكيوه. نبغي ننبهنا هذا الأمر هذا. لماذا ننبهنا هذا الأمر؟ لأنه بزاف ديالناس بالصح كيدوزوا وقت طويل مع الأخطاء ديالهم ولكن ما كيزيدوش الأمام هاد ناس هادو فعلا توقفوا مع الأخطاء ولكن فقط باش يألموا انفسهم. إذا هم راعا عارفين بأنهم راتيوقعوا في هاد الأخطاء. بالضبط. لكن تبقوا واقفين فيهم. تبقوا واقفين. تماما. ما تلقوش ربما الحلول ربما ما عندهم شاد المهارة واستدع لأنهم يلقوا حل. رأينا تنكون عارفة راسي بأني الخطأ ولكن كيفاش نخرج من هاد المأزق ولا غادين نفك راسي من هاد الخطأ ما تنعرفش. ممتاز إذا هاد نحاولو هاد الجزء الأول. هاد عن نخلي وهان. للا هون زيان نخلنا على الجهدابان تلحقاش بنيوبينك وانا كنحييك هاد الإشارة هادين إن هي مقدمة لذلك شيء اللي غاد يجيء من بعد. بعض الناس نعود هاد الكلام اللي قلتي بعض الناس كي عارفوا إنهم على خطأ. ولكن ما تعرفوش. ما عندهم مش مهارات ما عندهم كيفاش يحلوا هاد المشاكيل. مسألة أخرى أو ثانية كي كي واقع في مشكل ولكن ما عارفش راسو رانده مشكل. مسألة الثالثة كي عندهم مشكل ولكن ما كي متحملش المسؤولية. يحمل الناس خرين. مجتمع ما عارفش كون. وبتالي دائما كي حاولي بعد على راسو أنه هو السبب ديل هاد المشكلة اللي واقع فيها. وهذا اللي تيخلي بطبيعة الحال ما كيشغلش العقل دياله وفيش حالها. إذا احنا نحن نتكلم مع ذلك الشخص اللي عنده وعي بأنه عنده مشكل عنده أخطأ كيرتاكم أخطأ ولكن آآ شنا هو المؤشر على أنك ما عندك خطأ إن الأمور ما غاداش مزيان كين مجموع عندي الاعتبارات الاعتبار لو نقدر نسميه ذاك الصوت الداخلي ومهم بزاف ما أحلى ذاك الصوت الداخلي لما كنسمعوه بوضوح صوت يتحق لك فين غاد انتا. ماذا تديري؟ هاد السلوك وهالت الصرفات وهالإجراءات وهالخطوات وهالطريقة باش كتصرفي فلوس كراماشي هادك. هاد الصوت هذا مرة مرة كيجي بعد مرة كيتجاهله. كان مضغطوا عليه ما تحت تأثير ديال الظروف والمشاكيل والإنشغالات ما كان نسوقوش له. اقول له بعض مرات تحت التأثير ديال العناد. انا بغيت نكون بحلفانها. انا بغيت نشري بحلفانها. انا خصي نتصرف بحلفان. وبالتالي ذاك الصوت كان خنقوه. كان قمعوه. وما كنسمعوش. كيجي واحد الوقت هادك الصوت كي بغيت نقول كيبح. ولا كي يزيد في الحدة دياله. كي يبدأ واك واك عيب الله. اسمعني افلان. اسمعني افلانة. انا انسانتي يوقف مع راسوتي عرف راسوه بالصح حركيتها كبأخطاء. اذا احنا بحق الكوش نبغي ونناس حتى يوصلوا لهذا المرحلة ديالك الصوت الداخلي إباح. حان ما بيشوصوا هذا الامر هذا. ولذلك مزين تكون عدنا بعد الجهاز ديالنا النفسي يكون سليم للدرجة دياله. اول ما يصدر اول الاحتيجاج من ذلك الصوت الداخلي نتابه له ونقول له نعم. انا اتكرت واحد الكسات واحد سيدات وصلت معي قبل يومين فقط. اعطتني واحد سؤال. الاول مرة كنت لقى هذا السؤال هذا. قلت لي استادي بن ساسي احيانا جسمي لا يطاوعني. كتليها اللي فهمتك. بل مراتك يكون عندك طموحات وبغى تحقي شي حويج. ولكنك تحسي باليسم ديالك يدير خطوة يقول لك تحسي باليسم ديالك. قلت لي بالضبط. هذا نوع من النداء ديالصوط الداخلي لخبرها بوحد الحاجة. في مية تعلق بتدبير ميزانية نفت الشهر المبارك. اللي سبق لنا انه هو شهر اصلا ديال الصيام. مشيش شهر ديال الاستهلاك. هو شهر ديال الصيام. هو شهر ديال الصيام. هو شهر ديال تقليل نفقات. هو شهر ديال تقليل الماكلة. هو شهر ديال تقليل التسوق. هو شهر ديال تفرغ وتوجيه تركيز ديالنا. المجال العبادة. المعرفة. العلم. الاعمال ديال. البر الى اخره. فبع المرات هاته ما كان نتابهش له. فكان نقعه في اخطاء. 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 واحدة من اهم اخطاء. هو اه شخص تيقول انه ما نقدرش ندبر فلوسي. اعتقاده. انه ما يعرفش. انه ما يعرفش يدبر. هذا نقدر نقول لك الخطأ الاكثر اه قتل للطاقة الانسانية. لانه اولا على مستوى. هي عدم تقف النفس. عدم تقف النفس. بالضبط. عنده علاقة بعدم تقف النفس. عنده علاقة بعدم تقدير الذات. عنده علاقة ايضا بالجهل بالذات. بالقدرات ديالك. انت ما حرفش راسك مزيد. ما عارش امكانيات ديالك. والله بعض مرات ببعض المواقف. كان قدر نستحيل مع بعض الناس. بالخصوص الشباب. كان بعض مرات كان من كثرة ما كانت تكلم على القدرات والمواهب وكذا كانوا تقول ده باش خينت يقولي وش يخرف عليها ولا تكذب عليها ولا عكس بغني. يعني وش يطلب مني المستحيل. اه وش يطلب مني المستحيل. لما ده رجزت في بعض معه في بعض المواقف كالقانفسي انك ندير فرانات نقول ما انت ماداش ابعد من هشي اللي قلت ده ما لسخص اللي قدامي يبدأ يشوفني كان بالغ للدرجة ديالك. هذا هو الدافع اللي عندي هو جانب التحفيزي. كان بغين نفض شوية ديال الغبار على العقل دياله. للمرايا ديالقلبه. باش يبدأ يشوف شوية بوضوح. ودرجة واحد نهار سوني واحد شاب في واحد المؤسسة قل يشوف شنو العمل ديالك. قلت له اسميته كان كان مسح الجاج. تلامد القسم كله. تنظف الزجاج شنزوين غفرامني على الزجاج. قل يشوف كله ضحك. قل لي قلت تكلم معقول لك تليهم الله العظيم لك نتكلم معكم بالمعقول. انا تخصوص ديالي هو كان مسح الجاج ديال القلب ديال الناس. وكانت حجاج ديال العقل ديالهم. ودير عينيهم كده. ديال عينيهم باش يخلوه. تمام. لأشياء اللي مغلوطة ولا تشوفها بشكل آخر. وكان واحد الحكاية يا أستاذ هذا الفضاد هذا. كانوا تقولوا بأن كان واحد زوج وزوجة دياله كانوا قالسين. وقدمهم واحد جارتهم. وفقد ما تدور ديك السيدة تتقول لزوج ديالها هاد السيدة هذه تسبين ديالها دايما موصخ. دايما الناشرة تسبينها هو موصخ. دعما ماشي نقي. وده بخصة تكون شوية حادقة. ومهم يعني آآ ترد البال. واحد الصباح هي قلسة وهي ضارت. ويتقول له ما يمكن الشهد النهار تسبين ديالها نقي. دعما جواق لها أنا لمسحت الزاج ديال لبيت ديالنا. هي يعني كان الزاج عندها موصخ. ديال لكلان ده. ماشي في. ماشي في. ماشي في الاخر إنما في نفسي أنا. فعلا. فقدرات ديالي ربما. وهد المثال في مكانه بالضبط. هو فيه مجموعة كبيرة ديال الرسائل. وعنده علاقة وطيدة بالموضوع ديالنا اليوم. أخي العزيز اللي كتسمعني أختي العزيزة مسحو المرايات. مسحو المرايات. مسحو المرايات. مسحو الجاش. اكيد باش تشوفوا أفضل وتشوفوا أحسن. اشتركوا في القناة